سيد الفل انا عليها طلعت بسيمة علياء والنهاردة هتكلم عن مسلسل اسمه رامي المسلسل ده تقريبا اغلب الناس استمعت عنه الاسبوع اللي فات لما اعلنت جواية الجاردان جاردان الرئيسي اللي خلانا كلنا نسمع عن مسلسل رامي والناس تدور عليها عشان تشوفوا بما فيهم انا ان بطل المسلسل كان امريكي من الاصول مصرية وفايت بجائزة افضل مؤسسة في حلقة النهاردة اناش بس هتكلم عن مسلسل رامي انا هتكلم كمان عامي يوسف بطل المسلسل وهتكلم عن ج�� الغرضن جلوب عن مثال هابدأ كلام عن الجلدن جلوب في whisperingって gusto تقول مهرجان الجلدن جلوب الجلدن جلوب مش مهرجان الجلدن جلوب ده فعالية لتكريم لافلام ستفضل الافلام والمسلسلات الأفضل في كل عام مثل الاوسكار والبافتر هذه الفعالية تقدم الجوائز ويكون وراءها هيئة ما المسؤولة عن جولدن جلوب هي ربيطة الصحافة الاجنة في اليون و اول حفل region goodbye كانت 1044 و الهيئة دلوقتي بتتكون Direct на 1998 تختلف Golden Globe عن الأوسكار في انها مش بس معنية بالعمال السينماية كمان بالعمال التلفزيونية بمعنى ذا مافيه فئات مختلفة في السلمة فئات مشابهة في التلفزيون تختلف Golden Globe عن الأوسكار في ان فيه تقسيمه داخلي داخلاء بمعنى ان فيه جايز افضل فيلم درامي و فيه جايز افضل فيلم could be' comedy او гناي وكمان في المسلسلات في نفس التقسيم تحتوي الجولدن جلوب كمان على جواز إضافية مثلا كجازة سيسل دي بي مال ودي جائزة بتكرم المبدأ عم كامل أعماله السنة دي أخذها توم هانكس وهي مسمى باسم المخرج سيسل دي بي مال لأنه أول واحد حصل عليها سنة 1950 دلوقتي هتكلم عن المصريين اللي حصلوا على جواز الجولدن جلوب أول مصري حصل على جازة الجولدن جلوب كان عمر الشريف وهو حصل على ثلاث جواز جولدن جلوب واحد عن فيلم لورنس العرب والثانية عن فيلم لورنس العرب نيو كامر وثالثة عن فيلم دكتور جيفار بعد عمر الشريف مفيش أي مصريين حصلوا على الجولدن جلوب لغاية ما وصلنا للجيل الحالي وهو جيل الأمريكيين من أصول مصرية في ثلاثة مصريين أو أمريكيين من أصول مصرية حصل على الجولدن جلوب مؤخرا وخلال سنوات قريب من بعض أولهم سامي اسماعيل وهو مخرج ومؤلف في مسلسل مستر روبرت وبعدين رامي مالك عن فيلم بوهيميان رابسدي والثالث واحد هو رامي يوسف عن مسلسل رامي يوسف رامي يوسف أمريكي من أصول مصرية اتواجد سنة 91 في الولايات المتحدة درس الاقتصاد ورامي السياسية لغاية ما كان عنده 19 سنة قرر أن يوقف الدراسة دي ويبدأ دراسة التمثيل وبالفعل بدأ دراسة التمثيل لمدة سنتين وبعد ذلك إثناءا لهوليوود خلال دراسته وبدايته في لوس انجلوس كان بيشتغل كستانداب كوميديان وفي نفس الوقت ده حصل على أول دور بطولة أو دور رئيسي في مسلسل ستكوم وهو سي يوديد رانز مسلسل ده 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 لفرصة كبيرة مش إنه كمان بس يأمثل في دور كبير لكن إنه يدخل قضة كتابة المسلسلات ويتعلم كتابة المسلسلات ده فاده بعد كده لأن مسلسل رامي مش بس من بطولته ده كمان من تأريفه أو مشارك في التأريف بتاعه رامي يوسف كمان بعد ما فات بالجولدن جلوب قدامه مستقبل يعتبر كويس في الفترة القريبة لأن مسلسله تجدد نموسي تاني ده غير إن عنده عملين قادمين واحد لنتفلكس واحد لأفل تي في بلس دلوقتي هتكلم عن تجربة مسلسل رامي نفسها زي زي ناس كتير غيري أنا شفت المسلسل بعد ما رامي حصل على الجائز وده لأنه مش مشهور بما فيه الكفاية في العالم العربي في الحقيقة وبعيدا عن فوز رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب وتفاعلي مع الخبر كمصرية إلا إن المسلسل عجبني جدا وبشكل عملي تماما بعيدا عن أي مشاعر المسلسل أمريكي بيتقدم على هولو ومسلسل بأول ميزة فيه إنه زكي جدا هو عارف مين المشاهد بتاعه وعارف إزاي خطر استغل المسلسل إن إحنا في العقل الثاني من القرن الواحد وعشرين وبالتاني المشاهد الأبيض الأمريكي بيحاول يبرق نفسه دايما وبيقول إنه هو بيتقبل الآخر وبيتقبل الاختلافات العرقية والدينية الموجودة جوا مجتمعه وكان مقبل على إنه شاهد مسلسل من بطله مصري الأصل وكمان مسلم بيتناول المسلسل الصراع الهوية الثقافية للمهاجرين من الجيل الثاني داخل الولايات المتحدة دوت شيء دلوقتي شائع إلى حد ما لأن على عكس الأجيال السابقة من المهاجرين اللي كانوا بيحاولوا بكل قوتهم يندمجوا تحت إطار المجتمع الأمريكي دلوقتي فيه أجيال جديدة بتحاول ترجع لأصولها الخاصة رامي يوسف مش الأول اللي يقدم فكرة زي دي قبل كده الممثل الباكستاني الأصل والستاندب كوميديان كاميل نيانجي قدم فيلم كان بيتكلم فيه عن الصراع الهوية الثقافية اللي عنده ما بين أصوله الباكستانية وعيلته وبين المجتمع الأمريكي اللي عايش فيه يستعد في المسلسل أنه هو يقدم الصراع في الهوية الثقافية عند الشاب رامي الشاب المسلم للأصول المصرية ويظهر أنه هو منجزب للناحية الثقافتين الثقافة الأمريكية والثقافة العربية على سبيل المثال الحالة الأولى من المسلسل بيتكلم عن مشكلة بالنسبة لأنه ممكن تبدو بسيطة جدا لكن بالنسبة للرامي هي كبيرة جدا أهله زي أي أهل من الأصول مصرية أو عربية بيحاولوا يدفعوا للارتباط وهو عنده حيرة ما بين يرتبط ببنت أمريكية من المجتمع اللي هو عايش فيه أو البنت اللي بيختارها له أهله من أصول عربية حلقة الواحدة بيتجرب الحالتين وفي الحلقة الواحدة برضو بيخسر في الحالتين أولا البنت الأوانية اللي من أصول الأمريكية الأصل هي كان عنده مشكلة معها بسبب ثقافته وبسبب نقطة خاصة بالدين وفي نفس الوقت البنت اللي أصولها عربية بتعاني زيه من الاضطراب الهوية الثقافية وبالتالي بيصدره بشكلها أو بأخر كم من المتسع على هذا النسق وفي كل حلقة بيتفرج على جانب مختلف من جوانب شخصية رامي والصراع اللي بيعيشه كل يوم لأنه أمريكي من أصول مصرية ومسلم ومن أصول عربية نقطة كمان عجبتني في المسلسل وهو احتفاء مسلسل رامي بالثقافة والهوية المصرية والعربية يظهر من أول التترات واستخدام المسلسل موسيقى برنامج الكرة في الملعب بيظهر كمان في التترات في اكتامة أسماء المشاركين في المسلسل باللغة العربية جانب اللغة الإنجليزية وبيظهر في تفاصيل البيوت اللي بيدخلها كمان اللي بتظهر فيها حاجات خاصة بالبيوت العربية بشكل طبيعي جدا بدون محاولة إظهارها بصورة مكسفة مقابلا رامي يوسف على البي بي سي اتكلم عن أن برضه من أهدافه في إصدار المسلسل دوت وكتبته أنه كان يحاول يظهر العربي بشكل إنساني أكتر على عكس الشكل الشائع والستيريو تايبس اللي بتقول أن العربي دوت دايما إرهابي ودايما بيهدف للعنف لكن برضه المسلسل ما حاولش يقدم العرب على أنهما ملايكة ماشين على الأرض بالعكس كانت شخصيات إنسانية بتخطئ وبتصيب وفيه شخصيات كانت فعلا سيئة وبتحمل كل كليشيهات الشخص العربي في المنكر أداء رامي يوسف نفسه كان بجد كويس وكان بسيط وسلس وهو عارف نوع الكوميديا اللي بيقدمها وعارف كمان المتراقب بتاعه وفاهم هويته كويس وعارف الـ background الثقافية بتاعه وبيستغل ده بشكل ذكي جوه المسلسل اسلوب رامي يوسف في التمثيل ما بيحاولش فيه يستظرف لكن الكوميديا بتتخلق دايما عن طريق المجمل مسلسل رامي مسلسل لطيف ومسلي ومختلف دقيقة أنا متشوقة أكتر أشوف أعمال رامي يوسف القادمة سواء ككاتم أو كمماثر وهل هي طهرة هيقدر يخرج من الهوية الثقافية بتاعته ويبعت عن الدايرة الدايئة اللي حصل نفسه فيها في المسلسل رامي ويقدم حاجات مبدعة أكتر ولا هيفضل داخل الدايرة دي انا خضرت حلقة النهاردة لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة ترجمة نانسي قنقر